السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان العبد من ابتكار وهذه الحلقة الأسبوعية اللي بنعطيكم فيها أهم الأخبار التقنية والبداية مع جوجل تغير اسم نظام أندرويد كيو إلى أندرويد تن وأيضا غيرت شعار أندرويد وهذه الخطوة كانت جميلة عشان كده ارتحنا من هذه الأسماء البايخة اللي كانت أول تسميها جوجل فمثل كتكات لوليبوب وغيرها من الأسماء كانت جوجل تسمي أنظمة أندرويد بأسماء حلويات وهذا الشيء أصلا بعيد كل البعد عن التقنية لكن الآن أخيرا جوجل غيرت هذا الشيء والأنا شخصيا ما كنت أحبه وصاد حين اسم النظام أندرويد تن وكده حصلنا على اسم ممتاز وكمان جوجل ما وقفت عند الاسم بس وغيرت الشعار أول كان الشعار شعار روبوت كامل بكامل الجسم لكن الحين صار رأس الروبوت فقط وكده صار الشعار أنيق أكثر وأجمل وأخيرا يا جوجل هذا أفضل شيء سوتي هذا السنة أما الخبر الثاني فهايكون مع عدوة جوجل وهي طبعا هواوي وهواوي تحصل على تمديد رخصة استخدام نظام أندرويد والتعامل مع الشركات الأمريكية لمدة 90 يوم وهذا الشيء سيعطي هواوي وقت أكثر عشان تطور نظامها وتستعد أكثر لهذا السوق ولكن الغريب أنه جوجل يعني أمريكا هذه ثاني مرة تعطي رخصة لهواوي أول كانت 90 يوم والحين كمان 90 يوم فالظاهر أنهم أصلا مقادرين يهزموا هواوي معروف هواوي ثاني أقوى شركة في العالم من ناحية المبيعات الهواتف الذكية وهو المستهدف أصلا للهواتف الذكية وما ننسى الفايف جي واللي محتلته أو محتكرة تقريبا أكثر البراءات الاختراع للفايف جي كانت لهواوي لكن بعد الأزمات هذه لسه ما شفنا شيء جديد والحمد لله دا الحين خلاص بعد فترة التسعين يوم كده هواوي هتستعد أكثر فهتجاهز نظامها اللي أطلقته واللي كان اسمه هارمونيو اس والحين إن شاء الله هنشوف منافسة تصير أقوى لكن الغريبة أنه هذه ثاني مرة أعطوهم تمديد للرخصة فالظاهر أنه ما يبقوا يسحبوها أساسا من هواوي وإلى الآن اللي كسبت هواوي لأنها حصلت على ضجة إعلانية كبيرة فكأنها حملة تسويقية كبيرة حتى رئيس هواوي قال إحنا كسبنا حملة كبيرة هذا اللي صار بيننا حسب كلامه أعلى من إذا حبوا يسووا هذا الشيء كان يبقوا مليارات عشان يوصل اسمهم لهذه الدرجة لكن الحين خلاص إن شاء الله بعد ما أطلقت نظامها إن شاء الله نهاية السنة هنشوف نظامها مع ساعات ذكية وكمان هواوي أعلنت رسميا أو أكدت رسميا أنه ما رح نشوف هاتف يحمل نظام هارمونيو اس في هذا العام وهذه الخطوة كانت ذكية وأصلا أنا كنت متوقعها والكثير كان متوقعين وهواوي أصلا أعلنت في مؤتمر HDC أول جهاز يحمل نظام هارمونيو اس وهي شاشة أونور فيجين فإذا كنت متحمس عشان تشوف هذا النظام فيبغى لك تشتري شاشة أونور فيجين أما الخبر الثالث هيكون أيضا مع هواوي وهواوي فعلت بعض التحسينات على هاتف القابل للطي وهو هاتف الميت إكس وهذا الهاتف المرتقب الذي الجميع منتظروا ينطرح في السوق وأنا منهم متحمس إن شاء الله نشوف هذا الهاتف وهذا الهاتف كان سيطلق في سبتمبر الشهر القادم ولكن هواوي أجلته أجلت الإطلاق الرسمي لبعض الأسباب فمنها مشاكل كانت في الجهاز لكن الآن هواوي قالت الهاتف تم إعادة بعض تصميم أجزائه والتحسينات في التصميم أو الهيكل من هذه الأمور لأنه الهاتف بعد الاختبارات وكذا كان يحصل له بعض المشاكل كتكسر الشاشة أو بعض المشاكل الأخرى لكن الآن هواوي قالت أنه خلاص سوينا الاختبارات والجهاز أصبح جاهز للإطلاق الرسمي وإن شاء الله نشوفه قريبا أما الخبر الرابع هيكون مع ريدمي وريدمي ستطلق قريبا هاتف بمستشعر 64 ميجابيكسل والغريب أنه حاليا سوق الهواتف الذكية أصبحت كل شركة تعلن عن مستشعر برقم كبير حتى الأرقام دي ما شفناها في الكاميرات الاحترافية مثل الديسل آر ولكن طبعا المستشعرات اللي في الهواتف يكون حجمها أصغر والميجابيكسل حتى يكون أصغر ولكن ريدمي أعلنت عن مستشعر لهاتف هيكون بدقة 64 ميجابيكسل هيعطينا تصوير ممتاز في الإضاءة الخافتة أو حتى في أي إضاءة لأنه 64 ميجابيكسل إلى الآن ما شفنا هاتف في السوق بهذه الدقة وكمان أوبو أعطتنا هاتف 64 ميجابيكسل وأيضا ننتظر الإطلاق الرسمي لهذه الهاتفين الردمي واللي من أوبو وما ننسى في الحلقة الماضية أعطيناكم وأحد الأخبار سامسونج أعلنت عن مستشعر وهذا أكبر مستشعر إلى الآن وهو مستشعر 108 ميجابيكسل وكذا سامسونج حطمت الأرقام هيكون لها مستشعر كاميرا لهاتف ذكي بدقة 108 ميجابيكسل هذا رقم كبير ولكن إن شاء الله هنشوفه ولكن للأسف ما راح يكون لأحد هواتف سامسونج ولكن أكبر التسريبات قالت أنه هذا المستشعر هيكون مع أحد هواتف شاومي وإن شاء الله نشوف هذا الشي وفي بعض التسريبات أشارت أنه مستشعر 108 ميجابيكسل حق سامسونج يمكن نشوفه في هواتف سامسونج الاس 11 وأنه 11 السنة القادمة أعطينا رأيك هل هنشوفه السنة القادمة أو أما لما ننتقل للخبر الأخير هو هيكون مع أبل وآخر التسريبات أشارت أنه أبل ستطلب أكثر من هاتف في الشهر المقبل وهتعطينا واحد من هذه الهواتف هيكون اسمه آيفون 11 برو وهذا الهاتف هيدعم الشاحن السريع وهيكون الشاحن السريع في نفس علبة الهاتف والخبر اللي أكبر من كده أنه هذا الهاتف هيدعم قلم ذكي نعم قلم ذكي مثل هواتف جالكسي نوت اللي من نفس سامسون ولكن هذا القلم أصلا لا يستخدم كثيرا في الهواتف الذكية أو بالأحرى في هواتف النوت لأنه هاتف الجالكسي نوت هو الهاتف الوحيد اللي يحتوي على قلم أو يملك قلم ولكن هذا القلم ما له فائدة حتى المستخدمين ما بيستخدموه كثيرا حتى القلم الذكي لا يستخدم كثيرا في أجهزة الكمبيوتر أو اللابتوبات ولكن بما أنه أبل حبت تعطينا قلم مع الهاتف الذكي حقه اللي هاتطلبه في الشهر القادم فإن شاء الله نشوف مميزات كبيرة وكلنا نعرف أنه أبل دائما تصنع المفاجآت وكذا وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسى تعطينا اللايك وإذا كنت أول مرة تشاهد حلقة من ابتكار لا تنسى تشترك في القناة أشوفكم في الحلقة القادمة أنا سلطان العبدي مع السلامة شكرا 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 شكرا